أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند طبعا تريند التريند في هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا ومنذ الأمس كلام كله عن اجتماع اللجنة السلسية باتحاد قرية القدم مع الأندية المعنية تحديدا في الدوري الممتاز المرح كنا اتكلمنا على الموضوع المتعلق بتقنية الفيديو وفي تفاصيل أخرى في هذا الاجتماع اللي تم النهاردة ظهر اليوم في مقر اتحاد قرية القدم في الجبلية أولا نتائج الاجتماع اللي خرجت لا بنقول كده احنا ماشيين كويس ماشيين صح ماشيين لمصلحة الكرة المصرية آه البعض ممكن كان بيحاول يشوف لو في بعض الأزمات ازاي حلها لكن في نفس الوقت الكل اتفق أن العدالة لازم تكون موجودة في الدوري والكل أقر أن لازم يكون فيه تقنية الحكم الفيديو المساعد خلال الفترة اللي جاي دي أول حاجة وأول نقطة لازم أأكد عليها لأن بصراحة الكل كان متخوف وكان قلقان لكن بعد البياني الرسم اللي خرج من اتحاد الكرة بعد ظهر اليوم لا الفترة الجاي احنا ماشيين بشكل إيجابي جدا طالما التقنية الفيديو موجودة ولو في صعوبات أو معوقات مفيش مشكلة الناس بتحول تحلها لكن العدالة موجودة والتقنية موجودة وده كان رأي كل الأندية اللي كانت موجودة النهاردة أول حاجة طبعا النهاردة النادي الأهلي كان حاضر في الاجتماع وكان بيمثله الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والعميد محمد دامورجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتقرر حضورهما ممثلين عن الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة اليوم والذي أجري مع رؤساء الأندية لمنقشة العديد من الملفات الخاصة بالمسابقات القروية وشروط القيد والإجراءات الاحترازية والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة والكابتن محمد مرجان أو العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي شرحوا وجهة النظر النادي الأهلي اللي بالتأكيد بتخدم الصلاح العام للكرة المصرية في تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع وعند بعض الكواليس في هذا الاجتماع